في البدء لا تنسى العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل ذر الجرس ليصلك كل جديد ولأهمية ذلك في استمرار القناة أثناء اجتماع جورج مع أصدقائه ويطلع نموذج لآلة الزمن بيشرح جورج الآلة لهم ويشغلها ويبدأ المكان في الاهتزاز بشدة بتختفي آلة الزمن ويندهش أحد أصدقائه ويقوله جورج أن الاختراع نجح والآلة بتعمل ويسألوه الآلة اختفت فين ويقولهم جورج أنها ذهبت للمستقبل ويسألوا صديقه طب ليه مش شايفينها بيقوله لعننا في عام 1899 لكن الآلة ربما تكون بعد 100 سنة من الوقت اللي احنا فيه ويقوله ممكن يكون البيت بالكامل مش موجود هنا بعد 100 سنة لكن الآلة موجودة في مكانها بيقوله طيب ليه مش شايفينها بيقوله جورج لعننا في فضاء اليوم والآلة في فضاء المستقبل ويسألوا أحد أصدقائه طيب لو سافرت مثلا للمستقبل إلى القرن الخمسين إزاي هترجع؟ بيقوله هي مخطرة لكن أنا مستعد لها ويسألوا أصدقائه هل فكرت في تكلفتها ومين اللي هيشتريها وبيقوله هل هترجع بالآلة للماضي وعاوز تروح أي عصر عصر اليونانيين أو الرومان أو الفرعنة وبيقولهم جورج أنا أفضل أذهب للمستقبل وبيقول فيلبي لجورج أنت بتتكلم بجد؟ بيقوله جورج أنا عرضت عليكم نموذج الآلة وبيقوله فيلبي إحنا كل اللي شفناه أن الآلة اختفت وبيشاكك فيلبي في أن الآلة ممكن فعلا تسافر عبر الزمن يبدأ يجرب آلة الزمن بيحرك عجلة الآلة للأمام ببطء عشان ينتقل للمستقبل بيشوف جورج الساعة بتجري بسرعة والشامعة بالدوب وبيشوف النهار بييجي وبيزول بسرعة والأظهار بتتفتح وبترجع تدبل بسرعة وبيكرر يحرك عجلة الآلة أسرع من الأول وبيشوف حركة النهار والليل أصبحت أسرع وبيشوف التاريخ بيتغير أمامه بسرعة والأزياء بتتغير في محل الأزياء اللي أمام منزله والثمار بتتغير في الشجر وتوقف جورج في عام 1917 وبكده انتقل 18 سنة للمستقبل بيقوم يلاقي الغرفة فيها خيوط عنكبوت وأصبحت مهجورة بيخرج يلاقي البيت كله أصبح مهجور وبيخرج للشارع وبيلاحظ التغيير والسيارات اللي بدأت تظهر وما كانتش موجودة في عصره بيشوف فيلبي صديقه وبيناديله وبيقوله شكلك سخيف من غير شنب بيقوله أنا جيمس فيلبي فيلبي يبقى والدي وبيقوله انه توفى بيبدأ جورج يستوعب انتقاله بالزمن وبيسألوا عن المختلع جارهم أخباره إيه يقصد نفسه بيقوله انه اختفى منذ زمن وبيسألوا انت مين بيقوله أنا شخص من معارف والدك وبيسألوا انت كنت في الحرب وقال لي إيه بيقوله اي حرب وبيستغرب جورج بيقوله الحرب العالمية منذ عام 1914 وبيتعجب جورج ان المستقبل أصبح فيه حروب بيرجع جورج للآلة وبيشغلها وبيدفع العجلة للأمام للمستقبل وبتمر السنين بسرعة وبيلاحظ تغير الأزياء في محل الأزياء أمام المنزل وبيصل لعام 1940 وبيلاقي الآلة بتهتز بشدة وبيضن ان فيه خلل في الآلة لكنه بيشوف حرب في الخارج وطبعا دي الحرب العالمية التانية بينتقل جورج تاني للمستقبل وبيشوف المباني أمامه أصبح الضخمة والأزياء بتتغير وبيوصل لعام 1966 وبيلاقي المنزل غير موجود بيقاب الراجل عجوز بيكتشف ان هو جيمس فلبي ابن صديقه فلبي لكنه أصبح عجوز وبيسأله أنا ما شفتكش قبل كده بيقوله أيوة في المكان ده منذ سنوات بيقوله انت الشاب اللي سألني عن والدي لكن مستحيل انت زي ما انت مجبرتش في السن وبيقوله هشرح لك بعدين وبيلاقي براكين شديدة مدمرة وبيركب الآلة بسرعة لكن سخور البركان بتتجمع فوقه وبتبدأ تزول مع مرور الزمن وبيوصل لعام 802701 وبيشوف جمال الطبيعة والزهور في كل مكان والفواكه في الأشجار بكثرة وبيقول أخيراً الأرض أصبحت جنة وبيشوف مبدع ضخم وبيدخل يلاقي مواد أكل لكن ما بيلاقيش حد قاعد عليها وبينادي هل في حد هنا وما بيلاقيش إجابة وبيخرج يبحث عن بشر وسط الطبيعة المثمرة في كل مكان وفجأة بيسمع صوت بشر بيروح ناحية الصوت وبيشوف ناس جلسين في الطبيعة بسعادة بلا عمل وبيقول ده إنسان المستابل بيستمتع بالطبيعة بلا عمل وبلا مشقة وفجأة بيسمع صوت امرأة بتسرخ سقطت في النار وبيروح وبيكفذ في النار وبينقذها وبيلاقيهم كلهم بيدخلوا المبنى الضخم اللي دخلوا قبل كده وكان فاضي وبتسألوا المرأة ليها انقذتيني وبيكشف أنهم من عادتهم ماينقذوش أي شخص وبيتعجب وبيعرف إن اسمها وينا وبيكتشف إنهم بيجهلوا الكراءة والكتابة وإن شعبها اسمهم الإلوي وبتقولوا لازم ندخل المبنى عشان الشمس بتغرب وبيجلس على المائدة معاهم وبيكلمهم وبيسألهم إيه نوع الحكومة اللي بتحكمهم بيقولوا ما عندناش حكومة وبيقولوا أمال مين اللي بيفرد القوانين بيقولوا ما عندناش أي قوانين وبيعرف منهم إنهم ما بيعملوش وبيسألوا عندكم كتب بيقولوا أيوة وبيروح معاه يشوفها وبيشوف كتب منذ ألاف السنين وإنهم ما بيكتبوش وما بيقروش وبيحزن جدا بسبب تركوهم للعلم في زمنهم رغم إنهم في المستقبل بيتركهم وبيخرج وبيوصل لمكان آلة الزمن وبيكتشف إنها غير موجودة وأطاع عجلات الآلة بتدل على إن في حد يدخلها جوة المبنى اللي أمامها وبيخبط على الباب لكن مفيش حد بيفتح وفجأة بيشوف طيف كائن من بعيد وبيسألها مين المرولوكس وبتقوله كائنات بيعطونا غذاءنا ومنابسنا ويجب علينا طاعتنا وبيقول لها ليه أخذوا الآلة بتاعتي وبتقوله لازم نعود للمبنى وبتسألوا أنت منين بيقول لها أنا من هذا المكان كان بيتي ومعملي هنا في المكان ده منذ ألاف السنين وبدأت وينا ترتاح معاه وتحبه وبيكتشف أنه ما عرفوش أي شي عن الماضي ولا حتى معنى كلمة المستقبل وبيجد فتحات بتقدي إلى ممرات تحت الأرض وبيسمع أصوات مكينات وبيسألها بتقوله دي أصوات المرولوكس وبيعرف أنهم بيشغلوا مكينات تحت الأرض وبيسألها هل تعرف المكينات بتقوله أسمع عنها من الحلقات اللي بتتكلم وبيسمع الحلقات المتكلمة وبيفهم أن المرولوكس بيعيشوا تحت الأرض وبيتحكموا في البشر عشان يحظوا على نصبهم من الغذاء اللي خايفين البشر يستنفذوه منهم وبيعرف أن المرولوكس بيستعبدوا البشر وأن البشر عبيد لهم وبيكرر جورج ينزل من فتحة للممرات اللي تحت الأرض عشان يتعرف على المرولوكس وبتخاف عليه وينا وبيقول لها هارجع تاني وبعد ما بينزل بيسمع صفارات الإنظار للمرولوكس وبتمشي لنا وبينادي عليها وبيلاقيهم كلهم ماشيين في اتجاه معين حسب صفارة الإنظار اللي بتعطيهم الأوامر وبيلاقيهم كلهم بيتجهوا لمبنى المرولوكس وبيدخل كتير منهم وبينافل الباب وبيسألهم هل اللي دخلوا هيرجعوا بيقولولوا مش هيرجعوا عبدا حاول انت ترجعهم وبيعودوا كلهم للمبنى وبينزل من خلال الفتحة للممرات أسفل الأرض وبيشوف عظام بشرية وبيظهر كائم من المرولوكس خلفه وبيتبعه وبيشوف المرولوكس بيسوق البشر اللي خدوهم تحت زال عبيد ومعاهم وينا وبياخدها لكن واحد من المرولوكس بيدربه بصوته وبيتجمعوا كلهم حوله وبيصرحهم وبيدخل مع المقصورين وبيشغل الكابريت وبيلاحظ ان المرولوكس بيخافه من النار وبيشغل العصار اللي معاه وبيصنع منها شعلة وبيهاجمهم وبيطلب من الأسرة ويخرجوا بسرعة بيهاجمهم وبيصرحهم وبيساعدوا أخيرا واحد من الأسرة وبيطلب منهم يخرجوا سريعا والمرولوكس وراهم بيطردوهم وبيشغل الأرض المنتلعة بالوقود وبيطلعوا بسرعة للأعلى عشان يخرجوا وبيخرجوا وبيطلب منهم يجمعوا الحطب عشان يشغل ممراتهم تحت الأرض وبيرموا الحطب في كل الفتحات وبتنهار الممرات في الأسفل وهم بيشهدوا لكن جورج بيصبح ساجين في زمنهم وما بيعرفش يرجع لزمنهم وبيشوف جورج آلتو أخيرا داخل مبنائهم المحترق وبيدخل وبيطلب من وينا تدخل لكن البوابة بتقفل وبتبقي وينا بشدة بيصريح حم وبتعمل الآلة وبيشوف الممرولوكس بيتحلله أثناء عبور الزمن للمستقبل وبيقرر يرجع لزمنه وبيسحب عجلة الآلة للخلف بيوصل لمنزله وبيقابل أصدقائه اللي كان فقدهم عبر الزمن وبيحكي لهم عن اللي حصله وعبوره للزمن لعلاف السنين لكن أغلبهم ما بيسدقوش وبيطلع الوردة اللي أهدتها لوينا وبيقول لفيلبي يقارنها بالنباتات الموجودة في زمنهم عشان يتأكدوا إنها من زمن آخر وبيستغرب فيلبي بيقول ما فيه زيها فعلا في زمننا وبيخرجوا وبيقول لهم جورج الوداع وحزين جدا لعدم تصديقهم له لكن فيلبي بيرجع تاني وبيكتشف إن جورج سافر عبر الزمن تاني للمستقبل عشان وينا اللي أحبها بشدة إذا عجبك الفيديو فلا تنسي العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل ذر الجرس ليصلك كل جديد